اهلا بكم في فيديو نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني زي بتاعة الشارع بالزبط. خمس دقيقة كده هتبقى جاهزة من غير اضافات ومكونات كتير. عندي كيلو من الكبدة المجمدة ده كده كده كبدة كيلو على بعض. المرة اللي فاتت عملت معاكم الكبدة البلدي كانت طازة وعملناها كده بدبس رمون ولمون المخلل لكن المرة دي هنعملها زي بتاعة الشارع. الكبدة متتغزلش خالص بفوتة مطبخ بس كده بمسح عليها بالشكل ده. وبقطعها الشرايح هتتقطع معانا منتهى السهولة لان هي مسكة نفسها. بس مهم ان احنا نستخدم سكينة حامية عشان ما نهريش الكبدة او نبهدلها معي. بعد ما بقطع كل شريحة كده لتلاتة ببتدي اقطعها لمكعبات صغيرة عشان تبقى عاملة زي بتاعة الشارع. تمام جدا كده خلاص خطعنا الكمية كلها. فاكبر طاصة بقى عندنا نحط ربع كوباية من الزيت. ولازم الزيت يتقضح جامد. والطاصة تبقى سخنة مولعة. هننزل بالكبدة لما تعمل تش كده. كده يبقى هي تمام. بديل الكبدة صدمة بالشكل ده. بحاجة كده افكها بس في الزيت. لكن مش بقلبها خالص. بس بس بها لحد ما تاخد لون من تحت. وخلي بالكم ان الكبدة روحها في الزيت. يعني لازم الزيت يكون كتير وسخنة علشان تاخد صدمة. وتقفل المسامات بداية. حلوة قوي. هبتيتي بقى بقلبها عشان تاخد كلها تسوية واحدة. خلاص احنا كده ضمنا انها مش هتنزل المية او الفايدة بتاعتها واقفل المسامات بتاعتها. بوسع بقى في نص الطاصة بالشكل ده. وبنزل براس كاملة من التوم. كيلو الكبدة بياخد راس تم كاملة. طبعا التوم مهروس يعني او مفروم. بنزله كده في نص الطاصة في الزيت كده بتديله تحميرة. يعني مش تحميرة بس اول ما رحته تطلع يعني. بعدين بقلبه مع الكبدة على طول. ما بستناش كتير في الخطوة دي او الملائي التوم خلاص طلعت رحته بقلب الكلام ده كله مع بعض. وبعدين هننزل على الكلام ده كله بالتوابل التقليدية بتاعتنا بتاعت الكبدة. معلقة صغيرة مليانة ملح وكسبارة نشفة وكمون. انا بحط اضافات تانية علشان بس تديني نكهة او تعزز نكهة اكتر. بحط كده معلقة مليانة من الفلفل الاحمر المجروش. وده اختياري بس بيخليها كده حرشة وبيديها طعم. وبحط كمان معلقة صغيرة من بوهرات الكبدة. بوهرات الكبدة هتلاقوها في السوبر ماركت او عند العطار في اكياس كده بتدي نكهة وريحة خطيرة. بتفرق جدا في طعم الكبدة على فترة. قلبنا التوابل وكله تمام ورحتها طلعت وباقت طحفة. هننزل على الكلام ده كله بحباية فلفل رومي كبيرة برضو متقطعة صغير خالص. وهقلبها كده مع الكبدة مش هناخد وقت كتير يعني نص دقيقة ولا حاجة. وبعدين هننزل بمعلاقة كبيرة من الخل. واخر حاجة بقى عصرة لمونة كبيرة. انا بحط اللمون في الاخر خالص عشان ما نمررش. وكده تمام قوي الكبدة تعيدنا جاهزة. بنقفل النارة عليها. منديلها تقريبة. وخلاص كده. شايفين لون هفتح ازاي بعد ما نزلنا كمان بالخل واللمون. طلع مزبوطة ولا منزلها حاجة في الطاصة. هو يدوى كل الصاص بتاعها الحلو ده. وريحتها وهمية بجد. فعيش بلدي بقى وعيش فينو ونحمر كده شوية بطاطس ونامي للتحينة والبيضة. هزيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. وشوية مخلل وما فيش احلى من كده. تعملوها بقى على غدا او عشا او دي جوع اخر الليل كده هي جميلة في كل حالات. معلومة بس مهمة الكده متحتاجش تسوية كتير عشان ما تجلتش وتنشف معنا. ويفضل كده محتفظة بالفايدة بتاعي ده. انا بحب التحينة كتير كده ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تكتبوتي في الكومنتات وتقول لي رأيكم. وكده وصفة نهاردة خلصت اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.